وضمنا كان قد شاهد فقراء ومساكين في الأماكن العامة لكن لم يخطر ببال كثيرين معرفة سبب معاناة هؤلاء أو ربما محاولة تقديم يد المساعدة ولو من خلال توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لإصال معاناتهم لكن إذا حصل ذلك وباذر أحد بهذا الأمر فسينجح حتما ويساهم في حل مشكلة أحدهم كما حصل مع صاحبة هذه الصورة هذه الطفلة الفتاة التي اكتسبت شهرة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي المصرية على وجه الخصوص خلال اليومين الماضيين وانتقلت إلى شاشات التلفزيون في مصر وأصبحت قضية رأي عام ظهرت على السطح بسبب تداول صورتها أثناء عملها كبائعة في متر الأنفاق وكان يبدو عليها علامات المرض والذي يتمثل في ازرقاق شفاهها وأطراف أصابعها نعم مشاهدين صورة حبيبة وهو اسم هذه الطفلة اللطيفة انتشرت وسط مطالبات نشطاء بضرورة تقديم المساعدة والمساهمة في علاجها لأن هذه العلامات التي تظهر على حبيبة تشير إلى إصابتها بمرض في القلب ما دفع كثير إلى مناشدة الأطباء التدخل خوفا عليها من تدهل حالتها ووفاتها في أي لحظة وبالفعل استجاب الطبيب جمال شعبان لهذا الأمر وتكفل بعلاجها جمال شعبان الطبيب الذي أصبح حديث من الصات التواصل لإبدائه الاستعداد لعلاج هذه الطفلة وإنقاذها قال إن حالتها صعبة ونادرة فهي تعاني من مرض خلقي في القلب أصيبت به منذ الولادة للأسف فالصمام الثلاثي في القلب مغلق بشكل شبه كلي وأيضا متدخم والآخر غير موجود تقريبا ويوجد أيضا ثقب في قلبها ينقل الأكسجين من مكان إلى آخر هو ما يجعلها على قيد الحياة لحسن الحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشهدوا بمبادرة هذا الطبيب في مساعدة الطفلة بينما حمل البعض مسؤولية إنقاذ هذه الطفلة للحكومة المصرية التي كان من المفترض أن تتكفل بعلاج الفتاة بحسب رأيهم هنا مثلا نرى أن وصال تشيد بمبادرة الطبيب وقالت إن أهل مصر معروفون بأخلاق الشهامة ومساعدتهم وإقبالهم على المساعدة حتى لا تعود هذه الطفلة للشارع مرة أخرى أما فاتن فقد عبرت عن غضبها من تقصير الحكومة في تولي مهامها وتقديم الرعاية للفتاة حسب تعبيرها طبعا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق حبيب الشفاء العاجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر